الآن للتراند الثاني بالنسبة للتراند الثاني متابعين الأكارم عبر برنامج رندينغ الشروق الإخبارية أثرت تصريحات رئيس والاتحاد الكاميروني لكرة القدم سامويل إيتو الذي أكد أنه لا يوجد أي سبب لإلغاء كأس الأمم الأفريقية 2022 مؤكدا أن بطولة أوروبا 2020 أقيمت في نفس الوبعية الوبائية وأضاف كذلك سامويل إيتو في تصريح لكانال بلوس ما هو لحد الساعة بالنسبة لإلغاء كأس أمم أفريقيا لحد الساعة يبقى فقط حبرا على ورق إذا طبعا رجح الكثير إذا كان فيه إلغاء فعلي لكأس أمم أفريقيا التي ستقام بالكاميرون لماذا لم تلغى طبعا بطولة أوروبا المقامة طبعا بالقارة العجوزة 2020 التي جرت في نفس الوضعية الوبائية المعقدة خصوصا في قارة أوروبا طبعا ما يعكس لحد الساعة الرغبة الكبيرة لللاعب الكاميروني ولحد الساعة رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم سامويل إيتو لإقامة العرص الأفريقي في دياره طيب الآن سنعرج على بعض التعليقات وكيف تفعل الجزائريين مع تصريحات سامويل إيتو الذي أكد أنه وجب إقامة الكأس الأفريقية طبعا بالكاميرون وهذا عبر تغريدة له بالتويتر في حسابه الرسمي في التعليقات أوروبا وفي ظل الجائحة نظمت عدة مباريات بجمهور عريض في الملاعب ولم يقتصر ذلك إلا على المباريات ولكن تعدى إلى حفلات كبيرة وكل شيء بديل على مواقع التواصل الاجتماعي سامويل إيتو على حق يغرت حاتم صهور وفي تعليدات أخرى طبعا عبر التويتر رصدنا لكم بعض تعليقات الجزائرين على حساب سامويل إيتو الرسمي بالتويتر يجب الالتفات إلى الدول الأفريقية ككل على قولة سامويل إيتو الدول الأفريقية محجورة ولما لا تنظم لحد الساعة في ظل التباعد والإجراءات الاحترازية من حقنا اللعب ومن حقنا العيش على غير دول الحالم طيب هذا كان فيما يخص بعض التعليقات التي رصدناها لكم ثم كيف تفعل البعض على تغريدة سامويل إيتو الذي أكد أنه وجب إقامة الكأس الأفريقية طبعا مع احترام الإجراءات الاحترازية على غرار الكؤوس الأخرى كأس العرب وحتى البطولة الأوروبية 2020 هذا كان فيما يخص الملف الثاني من